اشتركوا في القناة اوجد كل من HF و HE تشبه تماما السؤال السابق اذا لدينا FE تساوي 8 محطوطة الرسم DE 5 لحظوا محطوطة الرسمي وعننا 15 2 هو طول FD اوجد HE اذا لدينا مسلس عبقلونا في U DH منصف داخلي فورا بيخطر عباننا انطبق مبرهنة المنصف الداخلي وخصوصا طلبين مننا HE و HF اللي ناتجين عن المنصف الداخلي عن قطع المنصف الداخلي للضلع FE فنقول حسب مبرهنة المنصف الداخلي في المسلس EDF بما انه DH منصف داخلي للزاوي D حسب مبرهنة المنصف الداخلي HF على HE يساوي DF على DE كتبنا التناسب لاحظوا ان البسوط متجاورة والمقامات متجاورة نكمل نحوط لاحظوا DF عنديها عنديها دي شا دي هي خمسة عشر اتنين وDE خمسة ولكن انا في هذا التناسب HF و HE مجاهيل فتناسب واحد فيه مجهولين صعب احسب لازم اتخلص من مجهول يبقى معي مجهول رح سبت البسط واجمع البسط للمقام حسب خواص التناسب اذا هيك بتخلص من المجهول الموجود معي في المقام بصير HF على HF زائد HE من هو HF زائد HE و الضلع FE و FE عطونا طوله اذا نعوض صار معنا HF على EF الضلع يساوي DF عننا ياها خمسة عشر عتنين عوضناها و D E عننا ياها خمسة عوضناها تمام هلا FE نحنا بنعرفاش قد تماني كمان بنعود HF على تماني طبعا قبل ما نكفي رح نشتغل عفوا رح نحاول واحد المقامات الخمسة مقامة واحد نضربها بثنين تمام ثنين بخمسة عشرة عشرة بصير عشرة زائد خمسة عش عتنين HF على تماني ويساوي خمسة عش عتنين والمقام صار خمسة عش زائد عش عتنين خمسة عش زائد عش خمسة وعش تمام نكمل في الصفحة الثانية اذا خمسة عش زائد عش خمسة وعشرين عتنين HF على تماني صار يساوي خمسة عش عتنين على خمسة وعشرين عتنين هلا بنختصر الاتنين هون نص هاي مع الاتنين اللي بالمقام اذا عندي البسط والمقام عبارة عن كسوب البسط عبارة عن كسر مقامه وثنين والمقام عبارة عن كسر مقامه وثنين اختصر ظل HF على 8 يساوي 15 ع 25 نضرب الطرفين بالوسطين اللي مضرب بالمجهول منحطه في المقام يصير HF يساوي 15 ضرب 8 ع 25 15 مع 25 نختزله يضل عنا 3 تقبل 15 على 50 15 خمسة ثلاثة والخمسة وعشرين بتقبل على خمسة بيضل منا خمسة ثلاثة ضرب 8 24 الجواب اللي طلع معنا طول HF 24 على خمسة حسب الطول HF بس أنا مو بس بدي HF تمام أنا بدي كمان EH طيب أنا كل القطعة F E عندي إياها لاحظة 8 HF حسبته 24 على خمسة بطرح لحساب H E إذن H E تساوي 8 ناقص 24 على خمسة من واحد المقامات لتماني اللي ما له مقام مقامه واحد ومنضربها بخمسة خمسة بتماني أربعين بصير أربعين ناقص 24 على خمسة أربعين رح 24 16 على خمسة إذن طول H E هو يساوي 16 على خمسة هيك بيكون حسبنا القطعتين مستقيمتين الناتجين عن قطع DH المنصف للضلع F E وهو المطلوب وهيك بيكون الدهينق من درس مبرهنة المنصف الداخلي هكذا نكون قد تعرفنا عن مبرهنة المنصف الداخلي في المسلس وتعلمنا كيفية تطبيقها في المسائل في الدرس القادم بإذن الله سنتعلم معكم معكس مبرهنة المنصف الداخلي دمتم بخير شكرا لحضوركم معنا نلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله